معن.. يعني نسبة الأفلام في تقديرك أو في تقديري أحاول في تقديري أنا الشخصي إن نسبة الأفلام اللي ممكن ما تكونش بالجودة الهيلة وسط أفلامك لا يتجاوز مثلاً 2% طيب الحمد لله يعني البيئة كله ممتاز الحمد لله يعني.. يعني مفيش فيلم مفوش مورال مفيش فيلم مفوش قيمة مفوش قيم مفوش.. حتى الدحك للدحك بس ده مخفيف أنا مش عارف.. أنا.. أنا.. صدقني هقولك الحاجة حتى الدحك للدحك لازم يتعمل بشكل فني كويس وببساطة.. أنا مش من.. أنا الكوميديا أصلها مش محتاجة شغل جامد و.. و.. وحاجات مبهرة جامدة تاخد العين من الدحك لكن الكوميديا عايزة تتقدم وتوش.. يعني رابي منه في ده لما فتكره دلوقتي.. اه.. ده كان فيلم تحفة.. رامي إمام.. ده تحفة.. اه في بداية حياته يعني رامي إمام ونجح نجح كبير جداً و.. والحمد الله.. والفيلم ده أنا لعلمك يعني.. عايزين يعمله منه جزء تاني وأنا.. أمنية حياتي إن أعمل جزء تاني ونفسي فعلاً الجزء التاني يتكتب بيبقى أحلى من الأولاني لأن دايماً بيحصل تجارب لغاية دلوقتي الأولاني أحلى بس إن شاء الله.. إن شاء الله مش يعني.. يعني هتعمل غاية منه فيه.. وخصيتله بقى واخد بالك علشان أبقى يعني.. إن شاء الله بس يتكتب بشكل.. هي مشكلة كتابة.. إنت لما بتقول لي فيه مرال وفيه حاجات.. هي الورق.. الورق ثم الورق.. إليا كزان لما خد الأسكار.. قالوا له إيه السر.. إنك إنت كزا عمل ليك.. أخد جواز عظيمة جداً.. قال لهم الورق ثم الورق ثم الورق.. هو ده الأساس.. ده الأساس اللي إنت بتبني عليه أمار.. فانت بتبني فيلم كامل..